يعني الحقيقة الفقرة اللي جاية دي أنا فقرة أنا شخصيا عايزة عارف عنها حاجات كتير أي حاجة فيها تكنولوجي أي حاجة ممكن تنقلنا أي حاجة ممكن تنقل التعليم خصوصا أنت في دولة ما بقيتش بتبص على مبارح ولا بتبص دلوقتي يعني دولتنا بتبص على بكرة وبكرة البعيد يعني مش حتى بكرة اللي هو كمان سنة سنتين لا إحنا بقى عندنا دولة بتبص معاك بستراتيجية بعيدة وده اللي بيبني الدول في مؤتمر مصر تستطيع كان فيه ملف تطوير التعليم بتطبيق البرمجيات وطبعا إحنا عارفين أنه مصر طول الوقت يعني بتقطع شرط كبير جدا في مجال التطور سواء ده كان فيه مستوى الاتصالات أو زي ما قلت لحضراتكم البنية التحتية أو حتى في التعليم اللي الدولة بتحاول كمان تقفز به يعني حتى لو فيه ناس طول الوقت تتكلمك على التعليم وعايزين وعايزين فتحس أن الدولة يعني بتحاول أن هي تنقل في حاجات سريعة جدا نقدر نعمل شرط كبير خصوصا ده حاصل وكلنا يمكن بدأنا نشعر به في استخدام كبير جدا لأحدث التقنيات لتطوير منظومة التعليم النهاردة أنتم معارفين كمان أنه الشباب والناس اللي بيشتغل على التاب واللي بيتعلمه واللي بيدخله أونلاين والشباب كلهم عموما بيتعاملوا على السوشيال ميديا والبلاتفورم وكل الحاجات لكن الأهم أنه يطور نفسه بالتعليم يعني نعرف نقول برمجيات إزاي ممكن تطور كل ده دكتور يعني عندنا طبعا هيكون معانا في الزفتي دكتور مهندس دكتور رشيق حسن المراغي هو الرئيس التنفيذي لشركة صافي كواليتي للبرمجيات الهندسية اللي هيحدثنا على كل هذه الأشياء وحيكون أبرز المشاركين في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة وهو كمان صاحب مبادرة تطبيق البرمجيات في تطوير التعليم مساء الخير يا دكتور مساء الخير حضرتك طبعا حضرتك من كندا فالجوة عندنا هنا بالنسبة لك يعني دافي جدا لا أفضل بكتير من هناك أفضل بكتير لأن في حوالي ناقص 40 يمكن انبارحه النهاردة أكيد طيب دكتور إحنا لما بنسمع عن البرمجيات وإزاي نقدر إحنا زي ما أنا قلت مصر ما بقيتش بتبص بكرة ولا بعده إحنا بنقفز فعشان أنا والعالم كله دلوقتي بيروح ناحية التكنولوجي العالي اشرح لي كده بشكل بسيط في مصر تستطيع حضرتك أبرز المشاركين المبادرة اللي حضرتك بتقدم والله ده حضرتك سؤال مهم جدا وهحاول أرد عليه على قد ما أقدر وأحب بس يعني أذكر حاجة سيادة الوزيرة نبيلة مكرم قالتها بخصوص هذا الموضوع فهي بتقول العلم طريقنا لتحقيق أعظم الإنجازات في الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان يعني في علاقة مباشرة دلوقتي بين هدف الجمهورية الجديدة والعلاقة بين العلم وبناء الإنسان تمام فدلوقتي يعني في إطاق هذا الإنسان يعني إحنا عندنا دلوقتي شباب طلعين من جمعات كتير لأن سابقا كان في مثلا في وقتنا جامعة القاهرة اسكندرية عين شمس لكن النهاردة في جماعات كتير ففي خرجين كتير من الشباب وعاوزين نلقلهم فرص عمل وفرص مش بس فرص عمل مهاصل العمل احنا ممكن نشوف فرص عمل بس طبعا العائد منها مثلا يبقى متوسط لا احنا عاوزين فرص عمل العائد منها مرتفع تمام ده دي اللي هي الدول المتقدمة ومصر طبعا ماشي في هذا الاتجاه لأنه لما هنشوف يعني اللي بيحصل في مصر حاليا وأنا طبعا يعني عايش بره معظم الوقت ففيه تطور كبير جدا يعني القفزة اللي مصر بتعملها دلوقتي لا يمكن أي حد ما ينتبهش إليها بس دي كمان بتدي يعني احتمالات إن نشوف احنا ازاي نقدر نشارك فيها لأن طبعا يعني كالترخير الرئيس الرئيس السيسي عمل اللي يقدر عليه بس اللي حواليه او اللي زينا او المسؤولين لازم يعملوا برضو المجهود كله يمد إيده زي ما نقول بالضبط ما نقدرش بس نتفرج على الحاجات الكويسة على الإنجازات ونبقى مفصوطين فيه ابتكارات وفيه تطوير بالضبط ترجمة نانسي قنقر